موسيقى كلما اقترب موعد كأس العالم لكرة القدم بروسيا كلما زادت حمى المونديال في نسخته الحادية والعشرين العام القادم منافسة ترافقها آمال بأداء مميز للمنتخبات العربية المشاركة منتخب مصر والسعودية سيدافعان عن حضوظهما في نفس المجموعة التي تضم المستضيف روسيا ومنتخب الأورجواي لما نتكلم عن روسيا صاحبة الأرض وصاحبة الجمهور حظوظها كبيرة جدا للتأهل الدوري ومن مصلحة البطولة أنها تتأهل للدور الثاني لما نتكلم عن الأورجواي الأورجواي تملك من اللاعبين عندهم التن مهاجمين إن كان كفاني أو إن كان سواريز عايزين ستة لعيبة يمسكون في الملع فنقدر نقول حظوظه المنتخب المصري مستهلة المصر والسعودية ما كنتش أتمنى تقع مصر مع السعودية لأن فرق عرب منهم مضطر أنه ينافس التاني لكن في الآخر منافسة شريفة نتمنى أن فرق عربي يحجز مع روسيا حظه للدور الثاني في المجموعة الثانية سينافس المنتخب المغربي منتخبات البرتغال وأسبانيا وإيران كما هي حضوظ أسود الأطلس مباراة الأولى للمنتخب المغربي مع إيران هذه هي مباراة قد يكون في رأي شخصي هي نتيجة هذه المباراة تؤهلهم بنسبة 70-80% للدور الثاني مع الانتظار لنتاج المباراة الأخرى لكن إذا لا قدر الله أخفق المغرب في المباراة وتعثر في البداية ما سيأتي بعده سيكون أصعب منتخب نصور كرتاجة يحمل أمال تونسيين بالدفاع عن حضوظه في المجموعة السابعة أمام منتخبات بلجيكا وإنجلترا وباناما فكيف تبدو المهمة؟ المنتخب التونسي يجب عليه لابد أن يحقق انتصار في واحدة من المباراة الأثنين للأوائل ضد بلجيكا أو إنجلترا وفي صورة عدم تحقيق الانتصار فعلى المنتخب التونسي أعتقد أنه على الأقل يحصل نقطين من المباراة الأخيرة ضد المنتخب باناما تعتبر المباراة حسابيا على الورق تعتبر في المتناول إن شاء الله يا ربي يناورونا وجهنا إن شاء الله رهان يسبقه تفاؤل بأداء مشرف البطولة من قبل ممثلي العربة والتحليق على الأقل إلى الدور الثاني من منافسات المونديالة نبيل معلول اليوم على الحرة دبي ترجمة نانسي قنقر